يا سلام هيك متل ما هي يا عزيز. شوفو عنده هيدا الصفيحة الشامية شوفو ما اروعها. يعان شوفو. هيدا الكعب. روعة. زيح دبس الرمان عزو اك. بعجينة مقرمشة رائعة. صار جهزة عندي. يعان. وقابلكم مين اطيب? هل يطرع الصفيحة الشامية او اللحمة بعجين الترابلسية? خلينا نعملوا اتنينات ونسوا ونشوف باخر الحلقة مين اطيب. خليكن معنا متروح ومطرح لتتعلموا هالوصفات تستفيدوا منا. والتقييم باخر الحلقة. نحن بلش بالعجينة طبعية الصفيحة الشامية. وعلى العجانة بدي حط بقلبه عندي نصف كوب من الطحين. سخنته شوي يعني اكتر من دافئ. ليش اكتر من دافئ? لانه بدي ارجع اضيف عليه لبن او زبادي بحرارة الغرفة بس ولكن اللبن لا هيكون نوعا ما برد شوي. بعضله بعض. ربع كوب لبن او زبادي بنص كوب من الماء الدافئ وسوية سخن. لح ارجع انزل عليهم بخميرة جافة فورية نصف ملع الطعام ونصف ملع الطعام من السكر. بنحركوا اللي يدوبوا عندي. هلأ بنرجع نضيف فوقهم. حين متعدد الاستعمالات كوبين. تقريبا نصف ملع الطعام او اكتر بشوي ملح ما بكتر كتير. وهلأ بنعجن لها مدة اربع دعايق. فضل لعندي. شوفوا عندي العجينة كيف ملتصقة. اوكي. هلأ هوني ما بقعد ضد لها طحين. هاي دهي. شوفوا. شو بدي اضيف لهم بالاخر ملعطان طعام من زيت الزيتون. اللي ما بده زيت زيتون فيه ضيف زيت نباتي. اوكي. وهوني بدي ارجع نزلها وعجنها لمدة دقتان اوكي. هلأ عجينة صارت عندي جاهزة. هيدا شكلها. شو بدي اعمل هلأ. شوفو كيف هي. هلأ شوفوش اللي هنعمل فيها. نزلها هيك كلياتها. عالطاولة. برش عليها كمية حلوة من الطحين. هلأ ونبلش قلبها ببعضها. شوفو كيف تعم عندي وتبلش الضب. ولا اروع من هيك. اوكي. هلأ بدي اعملها انا اربعة. فيكن تزغروا وتكبروا حسب الرغبة. بهالعجينة بدي استعيني شوية الطحين لحتالي تطلع معي تماما. متل ما قالنا. ممنوع من ضفلة طحين. بالعجن. اوكي بس هون. ندورها هيك. هلأ من بعد ما عملناهم دوائر حطيناهم عصانية عليها طحين. بدي اغطيهم طبعا لاتركهم يتخمروا عنده. منخمرهم تقريبا لمدة بس تلاتين دقيقة لانه حجمه صغير. بكفة وبنرجع لكم. هلأ خلينا نحضر بهايدا لوقات الحشوات. اول شي اللي احنا نعمل الحشوة الشامية باللبن هلأ في بالبنادورة وفي باللبن. البنادورة بحسة قريبة لو وصفتنا اللبناني اللي احنا بعجين ما لحعمل. لحعمل باللبن. والترابلسية كمان اكيد حيكون فيها مكونات مختلفة هلأ حتشوفها معي. هلأ هاي الشامية اوكي. لحنبلش اول شي باللبن يا عزيز. هوني تقريبا تلت كوب من اللبن. بدنا مملح. بصلة صغيرة مفرومة ناعم. سنوبر. عندي هوني كزبرة جافة ربع ملعة شاي. ربع ملعة شاي فلفل اسود. وسبع بهرات ربع ملعة شاي. بضيفهم. دبس الرمان. فقريبا ملعة الطعام او اكتر بشوي لانه اخواتنا السوريين بحبوا البس الرمان وهي ضربة زيادة. نحركن شوي هيك مع بعض لهيدا المزيج. يعاني. يحطن راعة. شوف عندي. من بعد ما حركنيهم. نرجع منضيف. ميتان جرام من لحم المفروم. هلأ فيكن لحم غنم. انا عم بستعمل بقر. ميتان جرام. يكون فيه دهني اوكي. هلأ نبلش نخلطهم كلهم مع بعض. هاي دي الحشوة شوفوا كيف عندي. هلأ في ناس بتكتر لبن. يعني زبادي اكتر. انا راح اكتفي يعني الناس بتحط مسلا لحمة ولبن قد بعض. انا قللت شوي اللبن. اوكي. راح نعمل الحشوة التربل سي. نجهز الغاز. اللي هي على النار. فيني يحط هون اه زيت عادي. اوكي. عم حط زيت زيتون. بصلة كبيرة انا مشكلة يعني شوية منها احمر شوية منها يعني هندي شوية عادي. بيعطي طعمي قطيب. نمليش نقليهم. قلينا البصلة. نح ننزل كمان. ميتان جرام من اللحم المفروم. ويكون مدهن شوية ونقليهم كمان معهم. خلق من بعد ما قليناهم. منملح. نرجع. فلفل اسود بهار حلو وارفة. ربع بربع بربع بلعبع بلعط شاي. نرجع. دبس رمان. ملعط طعام. هلأ بخفف ناري على الخفيف جدا. على الاخر. بخفف ناري على الاخر. اوكي. شو برجع بعمل. عندي خل احمر. نصف ملعط شاي. نصف ملعط شاي. عصير حامض. مخلوطين طحينة. ملعطين طعام. سنوبر. لبنة. او زباد اللي ما عنده لبنة. اوكي. ملعط طعام ونصف لبنة. بقلبن. مع بعض. نار خفيفة جدا. من بعد ما قلبناهن واختلطوا مع بعض. بنهيها. برشة بقدونس مفروم. البقدونسات بحرقن طفة نارة. بحرقن حركة صغيرة. وخلص بيكون عندي حشوة ترابلسية جاهزة. عجينة الصفيحة الترابلسية. فيكن تعملوها بالمنزل الى طريقة معينة. بس غالبا صارت هلأ الافران. غالبا منهن عم استعملوا عجينة البوف باستري. اوكي. اللي هي انا جبتها جهزة من السوبر ماركت. ازا بدكن الوصفة طبعية البوف باستري اسفل الفيديو. في رابط لقلع تدخلو تتعلموها كيف انا ععملها مية بالمية. هلأ عندي هيدا الشرحة جبتها من السوبر ماركت. بدي قطعها بشكل تقريبا اه مربعات اوكي. واهم الشي بس كنا عم بشتغل بعجينة باستري بدا تكون يعني بعدها ظهرة اه من الفريزر بريحها. ومش بتركب الغرفة اللي فيها كتير زبدة بالدوب عندي. يعني تكون مسقعة اوكي. وشوفوا عندي اللي عملها ارتفاع بقطع العجينة. متل ما هم تشوفوا. قطع شقف من العجينة هيك. وفوت على اوكي. والحشو بترجع بتجي بالنص. اهم شي الحشواتكم بردت عندي. لنشتغل بشكل مزبوط. نحشب النص. ونوزع شوية عالجواري. باد حليب شوية ملح. فيكم بدون باد. بس هيدا العجينة بتحب الواد لتعطيني لون حلو. فالحد هلأ اطرافها بالباد اوكي. هلأ وعلى قبل الخبز اللي هنحطه شوية بالبرة لتسقع منشينا برجع عصانية على ورقة زبدة ونخبزها بالفرن. هده اللي عندي شوفوا ما شاء الله هالعجين ارتاحوا عندي خمسة وثلاثين دقيقة ولا اربع من هيك. فخامة. طبعا. الطحين. عالطاولة. يعني عالعجين طيب. طحين من فوق. هيدا العجينة ازا بتشتغلوها هيكة بتطلع عندكم رائعة. وصفيحة الشامية معروفة انه بتجي اوفال اوكي مش مبرومي. دا هيدا الشكل. هلأ في تكون اصغر من هيكة فيها تكون هيكة منيحة. هلأ من بعض ما رأيناهم. حطهم على الصواني. ومن مد يا عزيز. لح اعمل شغلة انه انا شفتوا الاطراف تركتهم عندي. هلأ انتو حسب الرغبة فيكن توسعون فيكن ضيقون. بدأ ادهنهم بزات الزيتون. اوكي? خليون هيك يقحمشوه. وبنفس الوقت بيعطوني يلون حلو. يا هلأ يا هلأ. الفرن محمى مسبقا درجة الحرارة ميتان وعشرين سلسيوس. بكعب الفرن بشيل هاي الصينية من بعد ما حميم منيحش تقريبا خمسة عشر دقيقة اتنى عشر دقيقة. حطهم من الاسفل بقي اقحمشو ويتسوي كعبهم. برجع شي دقيقة بس من فوق. لمعة من فوق بس على الخفيف. مشان ما تنشف عندي وبتكون جاهزة. شوف عندي هيدا الصفيحة الشامية. شوفو معروعة. يعان شوفو. هيدا الكعب. روعة. زيح دبس الرمان عزوءك. بعجينة مقرمشة رائعة صار جاهزة عندي. يعان. هلأ هولا هنفوتنا عن فرن محمى درجة الحرارة. مية وتسعين سلسيوس. من الاعلى والاسفل بنفس الوقت. بنص الفرن. بقبوا. بيتحمروا عندي وبيكونوا جاهزين. يعني بدي مع المراقبة. تقريبا بدوا نشيه اربعة عشر خمسة عشر دقيقة. يا سلام. هيك متل ما هي يا عزيز. يا احلى متابعين. انا بعتذر منكم كتير لانه كان فيه خطأ باخر الفيديو ولحقناه او ما لحقناه اللي هو انه كان التقييم مش مصور. انا صراحة اه دقت اتنين طبعا بالنسبة لاتنيناتون كتير طيبين الصفيحة الشامية انا صراحة اه فضلت اكتر لانه بحب اللحمة تكون نية بس تدخل على الفرن ما بحبها تكون مطبوخة. وبالتالي انا رح فضل الصفيحة الشامية رحعطيها تسعة على عشرة. اما بالنسبة للحمة بعجينة ترابلسية لحق اعطيها اه تمانية ونص على عشرة. مش لانه مش طيبة طبعا طيبة كتير وانا ما بتاخد تمانية ونص. انما اه طبعا العجينة ممتازة جدا بس تكون هيك مغرمشة طيبة. بس انا ما بحب انه اللحمة تنطبخ قبل ما تفوت على الفرن. بحب هيك اللحمة بعجين تكون نية وتفوت على الفرن. فهايدا رأيي. اعطوني رأيكم اسفل فيديو. انتظرونا بحلقات مقبلة. والى اللقاء من مطبخ شفح.